أهلا بكم من جديد تواجه التغطية في زمن الحروب والأزمات رهنات وتحديات عديدة وتصبح المدرسة الإعلامية جزءا لا يتجزأ من الحرب نفسها ظروف الحرب إذن تفوز باختراق مبادئ الحرية والموضوعية بحيث أن الممارسة الإعلامية خلال الحرب تختلف عنها في الظروف العادية أكيد للحديث أكثر في هذا المحور معنا الآن سعد دكتور صخر الخصاوين وخبير التشريعات والأخليقيات الإعلامية وأيضا دكتور جامعي سعد صباحك دكتور ويعطيك العافية أهلا صباح الخير لك لكل المستمعين صباح الخير دكتور الحرب الآن في إسرائيل كما تشاهد الآن برأيك هل وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن استخدمت الإعلام في هذه الحرب كأداة جديدة في الحروب تحديدا وتحديدا نشوف اليوم في الأخبار الكاذبة الكثيرة جدا لمواقع إسرائيلية أو مواقع إعلامية كبيرة جدا لكن تحدث عن هذا الموضوع وكيف صار الإعلام جزء مهم في هذه الحروب وتأثيره النفسي على هذا الشيء يعني بداية نحن نتمنى أن ينتهي الوضع على خير ونقول بأنه في الحرب أو في النزاعات المسلحة تتوقف ما يسمى بالإخلاقيات الإعلام المهنية وتصبح الإعلام أداء من أدوات الحرب ويتم استخدام الإعلام كوسيلة للضغط النفسي يعني من وسائل الحرب النفسية التي تبارسها القوات المتحاربة ويبدو أن من يملك الإعلام ويملك أدوات الإعلام في أي حرب يستطيع أن يسيطر إعلاميا ويسيطر نفسيا وبالتالي يستطيع أن ينقل الصور التي يريدها ويوجه الإعلام من أجل تحقيق أهدافه ومصالحه وفي ما شهدناه في الأيام الأخيرة من خلال العدوان على قطاع غزة وجدنا أن الإعلام الإسرائيلي استطاع أن يفبرك الأخبار وأن يقنع العالم بأنه هناك عملية قطع رؤوس لأطفال وبالتالي صار في ترديد هذه العبارة وتبنتها كبرى الدول والرؤساء العالم ومن ثم ثبت عدم صحة هذا الموضوع اثنين وجدنا أنه في الكثير من الأخبار المفبركة فبالتالي أصبحت ويمكن حتى نستبقى الأحداث نقول بأنه حتى الإعلام في وضع الحروب الوسيلة المستخدمة هي التلفزيون أكثر من أي وسيلة ثانية لأن التلفزيون يمتاز بالصوت والصورة والتأثير أكثر وبالتالي المحطات التي تقوم بنشر الخبر على التلفزيون تعمل على تكرار وإعادة تكرار الصورة بحيث تصبح هذه الصورة ممنهجة في ذهن المتلقي فبالتالي اليوم نحن نحكي على الأخلاقيات الأعمال المهنية وكلنا دائما نتحدث عنها بأن الصورة الإخبارية يجب أن يكون لها وقت التكرار يجب أن يكون لها وقت لما تكون في عندي خلفية على مقابلة ويتم إعادة نشر الصورة فبالتالي هذا كلياته من شأنه أن يؤدي إلى تركيز الصورة ومن ثم تركيز الخبر ومن ثم نقل ما يريد الأشخاص نقله من خلال وسائل الإعلام فاليوم نحكي أنه على الرغم على الرغم أنه هل محل التلفزيون مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي وعم تنقل صور وعم تنقل أخبار إلا أنه يبدو أن مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من السهولة جدا التأثير عليها والسيطرة عليها وبالتالي ليس كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عم بنتشر بسرعة لأنه نتيجة تدخل المزودين الخدمين بالعبث بالخوارزميات للمواقع التواصل الاجتماعي بجوز لعدم تواصل هذه الفيديوهات أو الصور أو الأخبار حتى إلى أكبر عود للوصول دكتور يعني كما تحدثنا أنه التلفزيون له تأثير كثير كبير على الناس وفيما أقول لك أكذب أول مرة وثاني مرة ثالث مرة بتتصدق شو ما كانت هذه الكثير كان في هناك تصريح من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذه الصورة لأطفال تم ناقطع روسهم وأيضا لهذا الطفل تم حرقه طلع هذا الخبر وتم تكذيبه بخبر صغير جدا من شيء غير مهم كما يكون رئيس دولة من يبث هذا الخبر كم اليوم مهم ما يتم بثه من أخبار وكم اليوم اللي يكون فيه هناك تركيز أكثر ومعرفة أكثر للأخبار الكاذبة من الأخبار الصحيحة وهل سيتم محاسبة هاي هون كمان لأنه يعني أنت قانوني ولديك معرفة يعني بداية صيحة تكرار الشائعة أو تكرار الكذبة أو تكرار القصة المفبركة لأكثر من مرة وتركيزها في الذهن يؤدي إلى تصديقها حتى من يطلق هذه الرسالة سوف يصبح مدافعا عنها وبالتالي يدعمها بأدلة للأسف عندما تنتشر شائعة مثل هذه الشائعة وتأخذ حجب أكبر ويتم الرد عليها بخطاب مقتضب المعلومة الأصلية المعلومة الأصلية هي التي بقيت سائدة والمعلومة الأصلية هي التي بقيت موجودة حيية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت وبالتالي تحتاج إلى وقت طويل حتى نستطيع أن نكذب مثل هذه الشائعة أما فيما يتعلق بنطاق المسؤولية القانونية نحن اليوم نتحدث عن عالم كلياته متداخل وبأخبار متداخلة فبالتالي أنا أستطيع أن ألاحق العالم كلياته إذا نتحدث عن نطاق المسؤولية الداخلية نحن نتحدث الآن فقط عن نطاق ما يتم نشره من شائعات وأخبار على المستوى المحلية التي تستطيع أن نقاومه من خلال قانون الجرائم الإلكترونية أو من قوانين الإعلام المرئي والمسموع لكننا اليوم قصتنا أكبر قصة تنتشر في كل العالم تنتشر في قصة كبيرة قصة تعتمد على حرب نفسية تعتمد على أدوات من أدوات الحرب التي هي تطقييم الحدث ومن ثم تكرار المتابعة أو المشاهدة ومن ثم اليوم نحن قاعدين بحكي أننا فعليا أخواننا تحت القصف لكن الناس كلها تحت قصف الإعلام وبالتالي اليوم نحن بحاجة إلى أن يكون هناك إعلام محايد يستطيع أن ينقل هذه الأخبار ويمكن ليس لأنني موجود عندكم هون لكن هذه التغطية الإخبارية المميزة للتلفزيون الأردني يمكن من سنوات لم يشهدها المواطن الأردني من التغطية الحيادية والتي تعطي نوعه وهذه ليست شهادة كل الناس الذين يشاهدون تلفزيون الأردني هذا واجبنا أكيد كشاشة تلفزيون الأردني لكن دكتور نحكي عن إعلام اليوم العربي تحديدا تقييمك أولا بتقديم الخدمة أو رسالة إعلامية من كافة الإعلام العربي وأيضا ما هو المطلوب تحديدا في المرحلة القادمة والحالية للإعلام العربي بشكل عام؟ حتى أكون صريح الإعلام بشكل عام ومن ضمن الإعلام العربي كله إعلام موجه وبالتالي هناك توجيهات وسياسات لكل دولة من الدول وبالتالي اليوم إحنا إزاء إشكالية بأن الكثير من الدول العربية لها مصالح مع دولة إسرائيل وبنفس الوقت الدول العربية كلياتها ليست متخلية عن القضية الفلسطينية فبالتالي هذا الصراع ما بين الحفاظ على المصارح العامة والحفاظ على المصلحة الأولى وهي المصلحة القضية وبالتالي تحتاج إلى دبلوماسي فبالتالي اليوم لما نجي تفرج على شاشات الإعلام بشكل مختلف نجد التوجيء يعني يمكن لأي واحد مواطن بسيط عادي أن يلحظ أنه قديش مقدار توجه هذه القناة إلى التغطية وقديش توجه هذه القناة إلى الحضور فبالتالي بديش أنا يعني نلوم كل المحطات ولا بدنا نقول أنه كل المحطات خطأ ولا صح لأنه ما زلنا نحن الآن في بداية هذه الحرب ما زالت مشتائرة مشتائرة أو مشتائلة مشتائلة وبالتالي وبالتالي لسه قدامنا أيام ويمكن أسابيع حتى نستطيع أن نتجاوز هذه المرحلة فبالتالي لابد أنه الأول والأخير أن نركز على الجانب الإنساني أن نركز على الجوانب المتعلقة بالقوانين الدولية الإنسانية بد أن نوثق الانتهاكات التي حدثت لا بد أن يكون هناك تحرك تحرك عربي وتحرك قانوني وتحرك من قبل إعلاميين إلى توثيق كافة الانتهاكات التي وقعت انتهاكات جرائم الحرب التي وقعت في غزة حتى يستطيع أنه مستقبلا أن نثبتها في المحاكم الجنائية الدولية أو غيرها دكتور يعني في هناك دائما تساؤل عن المصطلحات التي تم استخدامها إعلاميا هذه المصطلحات إلها معايير علمية إلها معايير مضبوط ولا هي سياسات تحرية كما تحدثت بالبداية حسب توجه كل قناة في بعض القنوات تتجه أو تأخذ منحة معين وقنوات أخرى تأخذ منحة آخر تفضل ستة المصطلحات التي تستخدم في التغطيات هذه المصطلحات دائما ترتبط ارتباط الأول والأخير بالسياسة التحريرية للمحطة التلفزيونية أو للصحيفة فبالتالي جزء منها يتعلق بقواعد وأخلاقيات العمل المهني وجزء الآخر يتعلق بالسياسات فمثلا نحن نستخدم كلمة شهداء في غيرنا نستخدم كلمة قتلى في ناس نستخدم قوات الاحتلال في ناس نستخدم قوات النظام في ناس يستخدم المقاومة في ناس يستخدم كلمة فلسطينية فبالتالي يمكن في الوضع الطبيعي العادي في الأيام العادية بموجب قواعد الأخلاقية الكثير من المصطلحات الآن دارجة هي مصطلحات خارج إطار القواعد الأخلاقيات العمل المهني لكن الحرب تختلف والحرب تحتاج إلى أدوات والأدوات من ضمنها السياسات الإعلامية السياسات الإعلامية. فبالتالي تنتهك قواعد وأخلاقيات العمل المهني. وخاصة قواعد متعلقة بالسياسات التحريرية. عندما يصبح هناك دماء. وعندما يصبح هناك تهجير. وعندما يصبح هناك عنف. فبالتالي ما أقدر اليوم أنني أخرج عن إطار المنادات الشعبية. لا يمكن أن أخرج اليوم عن إطار ما يريده الناس. حتى أنني أحافظ على الأخلاقيات المهنية. فبالتالي أحيانا الشارع يفرض عليك استخدام المصطلحات. والمصطلحات والتي تكون في الوضع الطبيعي خارج إطار المنطق أو خارج إطار القواعد الأخلاقية. لكن اليوم نحن نحكي أنه أي كان المصطلح المستخدم في كل الأحوال هناك وجدنا ولاحظنا وسمعنا في من وسائل الإعلام الغربية الكثير من المصطلحات التي تنم على خطاب الكراهية. سمعنا نعوت وصفات للأشخاص بأسماء حيوانات أو حيوانات أو غيرها. فبالتالي أيضا خطاب الكراهية الموجه ضد الناس الموجودين تحت القسف. فبالتالي هذا خطاب مرفوض رفضا قاطعا. وبالتالي يجب أنه في كل الأحوال حتى لو كنا في حالة استثنائية أن لا نخرج عن إطار القيم الإنسانية والعادات والتقاليد والأمور المرعية وأن لا نخالف معيّر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعيّر المتعلقة بالقيم الإنسانية. نعم. دكتور ما يحدث الآن في غزة هي معركة أو أزمة أو صراع الكثير من المسميات. ماذا تصف الآن غزة ولماذا؟ ما يحدث في غزة أنا بدأت استخدم المصطلحة القانوني. أعلنت القوات الاحتلال الإسرائيلي بأنها في حالة حرب. فبالتالي نحن اليوم في حالة حرب حقيقية وبالتالي بمجرد إعلان حالة الحرب. إذن هذا يعني بأن كل القواعد المتعلقة في القانون الدول الإنساني في المتعلقة في الحرب يجب تطبيقها وإحترام القواعد المتعلقة في الحرب. ما يحدث الآن هي حرب وهناك دعم دولي وهناك تحرك دولي وبالتالي اليوم الحالة التي نعيشها هي حالة حرب حقيقية يمكن من الناس اللي اللي قاعدين الآن بيحاولوا أكثر قدر ممكن بتهديئة الأوضاع هو سيد صاحب الجلال الملك عبدالله الثامن الحسين من خلال الجهود التي يقومها من خلال وقف من خلال وقف الاعتداء وفتح ممرات آمنة إنسانية وهذه الجولة في أوروبا هي جزء لا يتجزأ من عملية المساهمة في الحد من القواعد الحرب التي تحدث أكاديميا طب دكتور إيش منسميها أكاديميا أكاديميا هي حرب هي حرب هي حرب أيضا هي حرب دكتور يعني تحدثنا بالبداية إن الحرب بدون تلفزيون هي مش حرب فبيقودني لهذا الموضوع لسؤال إنه هل الوسائل الإعلامية بتقوم بدورها ولا بيتم تسييسها حتى تحقق مصالح دول معينة ما يمكن حكيت في البداية قلت أنه وسائل الإعلام هي وسائل موجهة والتوجيه هنا يكون وفقا لوجهة نظر هذه الحكومات تجاه هذه الحرب فالوسائل الإعلام الغربية مثلا ويمكن نجدها متعاطفة مع الجانب الآخر في حين نجد أنه وسائل الإعلام العربية متعاطفة ونجد وهذا الاختلاف ترى للعلم هو اختلاف طبيعي ومفيد لأنه الجمهور الغربي والجمهور العربي بدأ يأخذ يتأكد من صحة المعلومات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعني مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من القيود المفروضة عليها الآن إلا أنه كثير ناس استطاعت أنها تنفذ وأنها تنشر الرسالة ونجد كل يوم في الغرب مسيرات تناهض وجود الحرب وضد الاعتداء على البدلين فبالتالي حتى هذا الاختلاف له إيجابية تتعلق في أنه المواطن يبحث عن الحقيقة وبالتالي يعرف الصح من الخطأ لكن دائما ترويج الكذب أقوى من ترويج الصيحة دكتور وسائل الإعلام بكافة أشكال والمقروع والمسموع والمكتوب أيضا هو لنقل الخبر في بعض الأحيان وتحليل الخبر في بعض الأحيان وممكن في بعض الأخبار أو وسائل الإعلام تكون تحريضية أيضا هذه الوسائل بكل أشكالها اليوم كيف أقدر أوظفها وتكون تحت منظومة أخلاقية لا تشريعية تحليدا بداية في قواعد خاصة في تغطية الحروب يعني مثلا دائما نحن نحكي أنه مثلا الأطفال يجب عدم نقل صورهم أو تعريضهم نقل صور متعلقة بالدمار والعنف عدم احترام الجثث الشهداء أو التوفين أيضا يجب عدم يعني تعريض ناس إلى وصم يعني الألم النفسي في المستقبل أيضا يجب عدم إظهار جوانب قوة في جانب وضعف في آخر فبالتالي الحيادية مطلوبة في التغطيات الإخبارية وأيضا عدم التحريض يعني هو الخطاب الكراهي مطلوب والإنصاف والعدالة في تقييم الأخبار فلذلك لش بحكي لك أنا من البداية أنه هذه القواعد عندما يحدث عندي اشتباكات أو عنف مسلح تصبح هذه القواعد معرضة للانتهاك وهناك ما يبرر لها أنه لو لا هذه الوسيلة أنا ما بستطيع وفي المقابل يتم استخدامها لأغراض عسكرية وهي تسمى بالحرب النفسية يعني يتم استخدام الإعلام في حربه النفسية ضد المتقاتلين أو ضد الشوق قديش مهم دكتور أنه اليوم إحنا نخاطب الآخر بلغته قديش في هناك كان العديد من الشعارات والعديد من الحديث أنه يجب أن يكون هناك مخاطبة بالمثل فش بطرد هذا الموضوع يعني للأسف للأسف لما نأتي ونحكي على أي شعب عربي قديش الناس التي تتحدث باللغة العبرية قليل جدا جدا وفي المقابل أنه العدد اللي بيحكي أنتهم أكثر ما بدي أذكر أسماء لكن من خلال المتابعات تويتر يعني أربع خمس صحفيين إسرائيليين يستطيعوا أن يقودوا أن يقودوا حملة ويسقوا إحنا معناش القدرة على الرد عليهم فبالتالي نحن معناش القدرة على استقصاء المعلومات من الطرف الآخر وبالتالي ما عنديش القدرة أني أنا أخاطب الطرف الآخر هناك ناس مختصين لكن لما يكون كل مكان عدد أكبر كل مكان أحسن إثنين يمكن المخاطبة للغرب عم بتتم الآن وأنا بلاحظها من خلال الشباب من خلال استخدام اللغة الإنجليزية لناس تانيين لكن فعليا يمكن لازم يكون في عنا عدد كبير من الناس التي تستطيع أن تفهم لغة العدوة تتحدث بلغة العدوة نعم يعني دكتور تحديدا بنعرف أنه اليوم سيما تفضلت أنه القليل منه يوم تحدث بلغة عبرية كيف يوم مهم البروبوغاندا لمخاطبة كافة دول العالم يجب أن تكون رسالتنا بكل لغات العالم يجب أن تكون رسالتنا واضحة بكل لغات العالم يجب أن نتحدث بكل لغات العالم يجب أن نوظف كل شخص عنده لغة حتى لو كانت هذه اللغة غير مهمة في أن تكون مضمون الرسائل التي تنشر فيها ويمكن أن أريد أحكي لك عن تجارب الأولاد في المدارس وهذه تشاهدتها بالأمس أن الأولاد الآن يستخدموا على مواقع التواصل الاجتماعي يستخدموا هاشتاقات أو يستخدموا كلمات وعبارات بلغات أخرى حتى يصل الرسائل تبعتهم فبالتالي ويستخدموا على جوجل ترانزليت يعني شيء بسيط فبالتالي رسائلهم عم تصل أكثر من الرسائل اللي نحن قاعدين من بذها نعم دكتور يعني اللي نحن بدرس بالإعلام أكثر وأنا اللي فخر أنت تلمست على يديك دكتور طول ما أنت بتحضر عم تشوف أنه في هناك اختراق هناك عدم صحة هناك العديد من الأمور هل سيتم محاسبة دولة الاحتلال فيما بعد هل سيكون هناك إجراءات فعلية حتى للقنوات اللي تمت بث هذه الأمر ولا خلص عشانها بالحرب بدها تمر وما بتم هناك محاسبات المحاسبات إذا اعتبرنا أن الحال اللي نعيش فيها هي حالة حرب وإذا اعتبرنا أن كل الانتهاكات التي تحدث هي انتهاكات مقالف الاتفاقيات جينيف ومقالف الاتفاقيات القانون الدولي القانون الدولي الإنساني إذن يجب من الآن أن نبدأ بتثبيت أو جمع الأدلة أو فيما يتعلق بتثبيت الوقائع الموجودة حتى نستطيع أن نتقدم بشكه إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى المدى العام حتى يباشر التحقيق فيها فبالتالي يمكن المسائلة إذا ما أحسننا عملية توثيق هذه المخالفات يمكن المسائلة إذا ما وثقنا كل الأمور دائما باستمرار دائما نحكي في عندي أنا أكتر من المحور عندي المحور السياسي المهم وعندي المحور الأسكري وهو يفرض أمر واقع لكن من يثبت الحقوق هي القرارات القضائية الدولية وقرارات مجلس الأمن فبالتالي لابد أن يكون هناك الآن مجموعة كبيرة من المحامين والصحفيين أن يعملوا على توثيق هذه الانتهاكات حتى نستطيع في المستقبل أن نقوم بتوثيقها على الأقل أن نوثق هذه الهوادث حتى تكون مرجعية عند إقامة أي دعوة أمام محاكب جاية دولية يعني دكتور اسمح لي أنهي اللقاء اليوم من الزملاء في الميدان الآن في غزة تحديدا وكافة الزملاء الإعلاميين والصحفيين دورهم الآن في الوقت الحالي تحديدا وكما نعلم شهدنا أيضا اعتداءات على الزملاء الصحفيين في الموقع دورهم وواجباتهم وما مطلوب من هؤلاء الزملاء أيضا في الميدان الآن أولا يعني أنا الأول واجب لهم أنهم يديروا بالهم على حالهم وأن يتخذوا من إجراءات الأمن والسلام للحفاظ على أنفسهم لأن قوات الاحتلال قامت بقصفهم وكان في شهداء على أكثر من محور إثنيا أن يقوموا بنقل الوقائع والأخبار دون تهويل ودون يعني 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 دون تهويل وأن يقفوا على الحياد في نقل المواقع وأن ينقلوا لنا وأن ينقلوا لنا فعليا ما نحتاج إلى أن نسمعه ويعرفه العالم والغرب وأن يبتعدوا عن التحليلات الشخصية يعني أن يتركوا للصورة وأن يتركوا للمسؤولين نترك العاطفة دكتور حتى في مثل هذه الأمور حتى العاطفة حتى العاطفة والنقل للأخبار من خلال رأيه الشخصي هي بتكون أحيانا جزء مؤثر وقد يكون جزء غير صحيح بوجهة نظر دكتور صخر الخصاوني خبير التشجعات والأخلاقيات الأعلامية وأيضا دكتور ومحاضر جامعي شكرا جزيلا أن تواجدك معنا وعلى هذه المعلومات المهمة شكرا شكرا